بتوجيهات من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدأت وزارة الصحة بتقديم خدمة نوعية تعد الأولى في المنطقة وذلك عبر تدشين وحدات متنقلة لإعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 للراغبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تتواصل الجهود النوعية المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة خلال جائحة فيروس كورونا وذلك من أجل تنفيذ خطط الحكومة الاستباقية لتحقيق الهدف المنشود للوصول إلى أعلى درجات الأمن الصحي لمواجهة الجائحة وفي هذا السياق جاء إطلاق خدمة نوعية تعد الأولى في المنطقة عبر تدشين وحدات متنقلة لإعطاء تطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 للراغبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة طبعا حسب توجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لجائحة كورونا تم تكوين وحدات متنقلة عشان نوصل للناس في بيوتهم عشان إعطاءهم تطعيم الكورونا طبعا هذين النوص اللي هم كبار السن الغير قادرين على حضور للمركز الصحي وهذه من ضمن الخطة الشاملة لتغطية أكبر قدر ممكن من المواطنين وتوصل الرعاية الصحية لهم في المنزل عشان تصدي لفيروس الكورونا طبعا نحن نطلع الطاقم يكون موجود مع طبيب متخصص وممرضة متخصصة في مجال التطعيم ومع حقيبة المعدات الطارئة وطبعا هذه البادرة تكون في جميع اللي هم مناطق البحرين توفر هذه الخدمة التطايم الشامل من خلال طاقم طبي مختص يقوم بزيارة المسني وأعطائه التطعيم في منزله وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا إذ وضعت الوزارة آلية لسير عمل الوحدات المتنقلة على جميع محافظات المملكة وتنسيق بين عوائل مقدمي الطلب لإعلامهم بموعد الزيارة من خلال فريق التطعيم بالوحدة المتنقلة إن شاء الله يسلمهم الشيخ حمال الشيخ سلمون على الروس نتوج يخليهم لنا إن شاء الله بخير مقصرة ويدفعن بلا عنهم وعنكم جميع المسلمين شكرا على آياتكم بيتني الله يسلمك أعطيتمنا التطعيم من أحسن ما يمكن الله يبارك إن شاء الله في ملكني بجازية الفقير ولي عهده رئيس الوزراء اللي يعني قايم بالواجب والصف الأمامي من الأطباء والنرسات أولا شاء يجزاكم الله خير علي إيادكم صراحة مبادرة وجهة لتدي وأنا كذا مرة حاولت أن أود أمي المستشفى بس ما قدر أودها ويلتير بعد ما تقري على الويلتير أنا حتى السستراتي يأخذ من تطعيماتها لشاهني بس هالمرة ما شاء الله ما قصرت بالسريعية أنا كذا مرة أنتو اتصلتوا بعد فيني هذا وتواصل وزارة الصحة رصداء الطلبات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني وحصر احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن قاموا بتسجيل لتلقي التطعيم بهدف دعم الجهود للتصدي للجائحة ووجهت وزارة الصحة الرغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 إلى المبادرة وتسجيل عن طريق الخيارات التي وفرتها عبر الموقع التابعي لوزارة الصحة أو الاتصال بالرقم 444 وكذلك تسجيل عبر تطبيق مجتمع واعي تدشين وحدات متنقلة لإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا هي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تعد استمرارا لجهود الفريق الوطني الطبي لتوفير اللقاح على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة وبالأخص فئة كبار المواطنين لمركز الأخبار خالد العون تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر